وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوترس قد دعا الى ضبط النفس بعد الضربة الامريكية ضد سوريا مؤكدا عدم وجود بديل عن الحل السياسي واضف جوترس ان لها وسيلة لانهاء هذا النزاع سوى الحل السياسي داعيا جميع الاطراف الى تجديد التزامهم بدفع محادثات جينيف قدما في تفاصيل جلسة مجلس الامن التي عقدت بشكل طارئ عقبت ضربة الامريكية قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي نحن على استعداد لمزيد من الضربات ضد نظام الاسد ونأمل ان لا نفعل واضافت ان ردنا على الهجوم الكيموي مبرر ومناسب مرجحة ان الاسد بامكانه الافلات من العقاب لان روسيا تدعمه وتابعت اما ان روسيا تعلم باسلحة نظام الاسد الكيموية او ان النظام يكذب عليها مشيرة الى ان نظام الاسد استخدم اسلحة كيموية ضد شعبه اكثر من مرة وقتل مئات الالاف وخرق القانون الدولي في المقابل اتهم مندوب روسيا في الامم المتحدة فلاديمير سافرانغوف الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي بشنها الضربات الصاروخية ردا على الهجوم النووي كما دانما اسماها النفاق الغربي مشيرا الى ان الضربات الامريكية ترفع معنويات الارهابيين معتبرا انها محاولة لصرف الانتباه عن سقوط كثير من الضحايا بين سكان المسالمين في العراق وسوريا بسبب افعال احادية بدوره قال المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة ان بشار الاسد مجرم حرب في سوريا وان روسيا تدعمه واضاف المندوب البريطاني ان بلده تؤيد الضربة الامريكية لان بشار الاسد ارتكب جريمة بشعة وان الاسد ديكتاتور بشع استخدم الكيماوي ضد شعبه مشيرا الى انه حان الوقت للقيام بعملية سياسية حقيقية اما المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة فقد اتهم روسيا بمنع مجلس الامن من التحرك ضد نظام الاسد ملحا على ضرورة محاكمة المسؤولين عن هجوم الكيماوي في خانشيخون من جانبه دعا المندوب المصري روسيا والولايات المتحدة الى التحرك الفعال وفق قرارات مجلس الامن فيما شدد مندوب ايطاليا على ضرورة استئناف المفاوضات لاجاد حل سياسي في سوريا وهو ما ذهب اليه سفير الصين مشيرا الى ان الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة في سوريا اما المندوب الياباني لدى الهيئة الاممية فقد اعتبر استخدام الهجمات الكيموية في سوريا غير انساني